هكذا استقبلتنا الحاجة مريم في منزلها الكائن بحي الروضة وسط مدينة تعز لنعرف تفاصيل حياتها اليومية بالحجر المنزلين في ظل انتشار فيروس كورونا نحن نفسنا نفسنا بإيش؟ باعتكافك بالبيت إيش بتشتفيد من الشارع؟ إيش بتشتفيد من الشارع؟ ولا شي الحاجة مريم نموذج يحتذى به لالتزامها بالحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا التعكف على غسل وتعقيم يديها وارتداء ما يقيها العدوى ومع اختفاء الفيتامينات والأدوية تحرص الحاجة مريم على تعزيز مناعتها ببعض الأعشاب الطبيعية وأنواع الفاكهة قول مناعة حقك أنتي وأني وغيري بهذين اللي قلت لك عليه هنا اللي مل حامض، البرتقال، ملعقة كوركوم، ملعقة عسل تحطي هذا مع هذا تطرحي مفاير، خليت المدة الساعة وشربتي يومياً كذا والباقي على الله ولا ما تركه إن شاء الله الحكومة نشرب فينا شي ولا علاقات ولا بحاجة فينا اللي قطاحوا أما خليل فهو الآخر رغم ظروف العمل والمعيشة التي أجبرته على الخروج من المنزل إلا أنه حريص على اتخاذ جميع التدابير الوقائية باتباع إجراءات التباعد الاجتماعي أيضاً أول مرة بيها على البيت ضروري أنه نأخذ نعمل تعقيم مرة أخرى غسل اليدين بالصابون يعني كل فترة غسل اليدين بالصابون تعقيم للأحذية الأحذية لأنه أكبر عامل لنقل الفيروس ما يقوم به خليل والحاجة مريم ليست معجزات أو أمور خارقة للعادة بل هو واجب أخلاقي تجاه أسرهم ومجتمعهم صورة إيجابية تعكسها بعض الأسر في تعز باتخاذها الإجراءات الاحترازية تجنباً لفيروس كورونا بينما لا يلقي الكثير من المواطنين أي اهتمام أو مسؤولية لهذه الإجراءات فشوارع وأسواق المدينة لا تزال مزدحمة بمواطنين غير مبالين بخطورة هذا المرض وأمام حالة التفشي الواسعة وعدم تنفيذ السلطة المحلية للإجراءات المتخذة حيال هذا الفيروس يزداد الوضع سوءاً مهى علي قناة بلقيس تعز